تعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إحالتها ثمانية أشخاص إلى وزارة الداخلية لمخالفتهم عمليات البيع في سوق السمك وذكرت التجارة أن مفتشيها حرروا مخالفات غش تجاري وعدم تعاون كما إنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون وضبط السوق وتوفير الأسماك للمستهلكين